جوه انت بأغلب مشاهدك مع جوزاف حويك بتعيده المشهد أكتر من عشر مرات جوزاف قصة كبيرة جوزاف عن جد أول شي أنا مبسطت كتير بهذا المسلسل كان فيه لقاء كتير أنا و جوزاف إنسان هالقد مرح وهالقد طيب من جوه عن جد اللي ما بيعرفه وبيجهله مثل ما بيقوله أنا بحبه كتير كمان بس كل ما بتتطلع فيه بتقوله فرط المشهد لا لا جوزاف مش مقبول عساة عن جد ما بيعرف بس اطلع فيه خلص بيصير عندي نعم الفرير على المشهد فيه مشهد ما بيعرف زي لازم قول قول فيه مشهد تصور أنا مني بوجه هو منه بوجه لهالدرجة تصورنا لارج طبعا للمشهد وبالكلوزات أنا ما قدر تكمل قدامه ولا هو قدر يكمل قدامي ففيه مشهد هيك صار هالقد بس يمكن على الطعب وحتى فيه كمسر كتير قوية بينه وبين جوزاف وأنا بوجه له تحية هكي بابن المحطة كمان ورح نشوفه هلأ بعد شوية فعنجد إنسان رائع وحبه كتير وإنت ماريتا شو قصتك مع كلمة حلو تقولي لي هلأ لجوش شو الليش صار أنا بقول حلو المشهد حلو المشهد حلو نحنا بنعرف كل شي صار بالكواليس كل شي ممكن أحمد حمدي يمكن موصله نحط تفاصيل كلهم هولي الأعداد يمكن سيرينه لأ أحمد مفين أن نقول دل تسأل المخرج حلو طولي على المشهد كيف كنت منيحة لا أنه أوقات مش مش عطول يعني مش عطول لأ أنا كانت قبل كتير حب شوف مثلا كل مشهد أنه حب أرجع أعرف أسأل أنه كيف كان وشوفه هيك أول ما بلشت هلأ صرت حب أنه لأ خلص بعدين بشوفه خلص بعدين بعرف بسته بس بحبت تطمن إلا إيه إذا مشهد مهم إيه ما صرسين صح لأ بقول بحب إيه أنه منيح حلو خلاص مهلا مهلا